سلام الله عليكم متابعي قناة انفو جليال اعزاء كنذكر الكتاب عن الاول مرة يشترك معنا في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا لجديد دينا ولي يشترك معنا في القناة يدعمنا بلايك وبرتاج وشكرا لكم الجارة موريتانيا استعبت الدرس بمزيان ودركت انه لابد من التعاون والتقارب مع المغرب اللي كي تعتبر احدى القوى الافريقية اللي كي عول عليها فلا يمكن للطرف الموريتاني ان يضحي بعلاقات قوية واعدة مع جاره الشمالي المغرب في سبيل شرديما ديال البوليزاريو او العسكر ديال الجزائر اذا كنتو كتذكرو فاراني تحددتو باسهاب في الاجزاء الاولى عن مجموعة ديالوراقات الضغطة اللي كيمتلك هالمغرب تجاه موريتانيا ومن اول هاد الاوراق الضغطة فكان هو الامن الغدائي يعني كيف ما شرحت لكم في الجزء الاول فالامن الغدائي الموريتاني فهو بيد المغرب على مستوى التعاون الاختصادي بين موريتانيا والجزائر فالك انتو كتذكروا بان الجزائر فهي راه هي اللي دبرت الازمة ديال القرقرات وصيفتات يعني الشير ديما ديال البوليزاريو باش يديروا البلبالاف هذا المعبر باش يتم الاغلاق ديالو وبالتالي تستغل الوضع باش تدير مبادلة التجارية بينها مع موريتانيا عبرها مع بر تندوف لكن لم يتأتى لها ذلك اه لاش لمجموعة ديالاسباب السبب الاول الازمة اللي كيعيشها الداخل الجزائري والغلايان ديال الشارع الجزائري وحراك من جهة وتانيا مسألة ديال الانقسام وظاهرة الانقسام اللي كتعرفها الجزائر حاليا في منطقة القبيل في الجنوب ومجيه اخرى ما تنسوش بانه فاقد الشيء الى يعطيه الجزائر معده لا فلاحة ولا صناعة ولا اي شيء كل ما تملكه الجزائر هو الغاز والنفط واحتاج الغاز والنفط را ما بقىش كافه باش يوفر حتى الحاجيات ديال الجزائري وهذا شوية ديال الغاز والنفط اللي بقى فراهم كاي قاسين كي بدروه من اجل سواد عيون البريزاريو ليس فقط بالدعم العسكري والمالي له وكل يعني كي يعرف ان الجزائر كالدعم البريزاريو عسكريا وماليا ولكن كذلك عن طريق ديبلوماسية الغاز ما معنى ديبلوماسية الغاز الجزائر كتعطي الغاز باش تجيب الدعم البريزاريو اعطات الغاز الاسبانيا باش تستقبل بنبطوش انك تذكروا هاد المهزالة دي البنبطوش في اسبانيا وعطات الغاز الالمانيا باش تدعم البريزاريو في اوروبا وفي الامم المتحدة كل دولة كيمشي عندها المغرب اللي لو كتعطيها الغاز باش تتعدم على المغرب وهنا غدي نفتح واحد القوس صغير باش ناكد له واحد المسألة فانو المغرب لازم يضرب الجزائر بسلاح ديالهم كيف ذلك؟ فالجزائر بما انها شيء تعليها الغاز اي دولة مشي عندها المغرب فهي كانت مشي عندها وكتعطيها الغاز فعليش المغرب؟ ما يتقرب مع الاكبر عدد من الدول وبوريطة يحرك الالة الديبلوماسية ومشي عند مجموعة من الدول اربعين خمسين مئة مئة وخمسين دولة وكل دولة مشي عندها المغرب هدي تمشي الجزائر هدي تعطيها الغاز هدود لها الغاز وبالتالي ماذا سيقع؟ المغرب غيتسمى بانه ضرب الجزائر بالسلاح ديالها كيفاش ضرب الجزائر بالسلاح ديالها؟ بما انهم اي دولة مشي عندها المغرب فهدي يعطيها الغاز هدوك البيران ديال الغاز والاعبار ديال الغاز عفون فهم غادي ينشفوه ما عديش يبقى فيهم حتى شي غاز وبالتالي بهذه الخطة فالجزائر ما عدي بقى عندها حتى بشري الاسلح ولا اي شيء ولا بشد دعم البريزاري ولا مديا ولا اسكريا والمغرب غادي ينتهي من خبط ومكر ديال العجازة ديال الجينرارات الجزائر لديك الفكرة ديال حرب 63 ما بغشت محالهم من داكرة ديالهم رغم انه حرب 63 اعيد واؤكد فالمغرب كانت تفرضات عليه لان الجزائر خدلات بالمغرب الجزائر بان استعمار الفرنسي في الاستعمار الفرنسي كان قطرح فرنسا قطرحت على المغفور له محمد الخامس باش يتفوضوا على مسألة الحدود مع المغرب ويرجع الصحراء الشرقية للمغرب لكن المغرب رفض المغرب رفض وزلالة المغفور له محمد الخامس رفض اعليش لانه مبغاش يتحاور مع المستعمر ديال الجزائر ديال الاشقاء الجزائرية وفضل انه يتسنح تجد الجزائر الاستقلادية لها باش يبدو المفاوضات على مسألة الصحراء الشرقية المغربية لكن ماذا واقع؟ ذلك الوعود اللي اعطت المقاومة الجزائرية في ذاك الوقت فهما نحاوا عنها يعني تنكروا ذلك الوعود اللي كانوا اعطاوه المغرب باش بعد الاستقلال يسلموا الصحراء الشرقية ديال المغرب ليه بالخصوص منطقة بالشعر ومنطقة تندوف لذلك فالمغرب كان يعني ديك المسألة ديال الحرب فهي تفرضاتي ولو كان المغرب يعني اهل الحرب ففي ذلك الوقت مكنش غادي كتفي فقط باش يمشي استرجاع الصحراء الشرقية وربما كان يدخل يعني مجموعة ديال الجزائر ولكن المغرب رغم انه كسب الحرب كسب المعركة فهو يعني يتراجع وقبل يعني بالسلمة وبعفوان بالمصالحة اللي كان درتها في ذلك الوقت ببعض دول افريقية وبينها دولة مالي ولانه بلد السلم يعني ما بغاش يكمل فذلك المصارى رغم انه عسكريين كان متفوق جدا على نظيره الجزائر اذا الفجد يعني هذا الاسكر هذا الشيوخ ديال الجنرالات فهموا هاد المسألة ديال 63 ما بغاش تحل لهم الداكرة وهذا هو السر ديال الاعداء ديالهم ضد المملكة المغربية وضد المغربية اذا باش نرجع للموضوع ديال الخطة الجهنمية ديال العسكر ديال الجزائر باش تغلق معبر القرقرات باش تستبده هي من المعبر ديال تندوف تجاه موريطانيا فايا كما ذكرت لكم فشلات العديد من الاسباب اذكرت السببين وهذه الاسباب اللي هما اولا الازمة الداخلية ديال الجزائر ثم ثانيا مسألة انه فاقد شيء لا يعطيه الجزائر ما عندها ما تعطيه موريطانيا ثم غادي نزيد لكم مسألة ثالثة اللي هي التهديدات الامنية اللي كتحدق بالمساحة الجغرافية لهاد المعبر اللي افتحته الجزائر اللي كيشهد نشاط ديال الجماعات الارهابية ومجارات سجيل دياله من اختطاف الاجانب من فرعة انظيم القاعدة وحلفاء ديالها في منطقة الساحل هذا بالاضافة لبنيات التحتيار بالنسبة لبنيات التحتيار فالجزائر تعاني رغم البترول رغم الغاز فهي ما فيهاش بنيات التحتيار ما فيهاش طرق بحال كيف ما المغرب فالمغرب لا تبعتوه في الاوين الاخيرة فقال يكون دوب الفوحت تقريبا الداخرة يعني بمثابة اوتوروت دوب الفوه بنسبة ليرا اوتوروت حتى للداخرة فبنسبة للجزائر فحتى الطريق المعبد العادي يعني كما كان سميه الطريق الوطني فهو ما كينش دوك شاحنات قد اضطر دوزم الله ببست يعني في واحد ضروف اللي مهياش ملائمة فكيفاش بغيت من شاحنات الاوروبية دوزم الجزائر ما فيها لا امن ولا استقرار ولا بنية التحتية ولا شيء تدوز من هذا المعبر وتخلي المعبر دي القرقرات اللي كي يمر عبر المغرب اذا فالخسر الاكبر من اغلاق معبر القرقرات فهي موريطانيا الاسواق الموريطانية فهي تكبدأت واحد الخسائر الاقتصادية كبيرة جدا هدم من ناحية علاش لانه ما كبقاش دك التموين الغدائي اللي جاي من المغرب والاضافة اخرى يعني تدك الشاحنات المغربية اللي كتمر موريطانيا فهي كتحدد كتحدد واحد الرواج اقتصادي فهنا ممكن إلا نربط موقع في موريطانيا مع عملية مرحبة عن طريق اسبانيا في اسبانيا لما تلغت عملية مرحبة رعانت واحد المعاند شديدة جدا انا ذكرت لكم في بعض الفيديوهات في الفيديوهات الفيتاء انه في السنة الماضية لما حضرت بالملموس يعني شخصيا حضرت عين بالملموس معاناة التجار والاقتصاديين في منطقة الاندلس لان السنة المضانية الماضية كذلك فهي تلغت عملية المرحبة والسنة فهي تلغت ايضا وبالذلك في الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الموانئ الاسبانية والوطيلات والمقاهي والريستورات إلى غير ذلك فهو نفس الشيء بالنسبة للموريطانيا فإغلاق معمر القرقرات فهو المرادف ديال يعني عملية مرحبة 2020 و2021 بالنسبة لإسبانيا لأنه ستناء إسبانيا من عملية مرحبة ديالا 2020 و2021 فهي كبدتها كذلك خسائر اقتصادية كبيرة جدا وبالتالي فموريطانيا دركات دركات بأنه ما عندها ما تربح مع الجزائر وما عندها ما تربح مع البوليزاريو لذلك هاش خسني وقع ستوقع واحد القطيعة واحد القطيعة ماشي مع البوليزاريو ولا مع الجزائر وإنما كتوقع واحد القطيعة مع النظام السابق تيالا الورقة العديدة اللي كيمتلك هالمغرب بتجاه موريطانيا هذه تخلي بدون شك أن موريطانيا ستتراجع الأوراق ديالها وتغير التعامل مع الوضع لصالح تحقيق توازن بالمنطقة موريطانيا ستنحاز بشكل أو بآخر إلى الطلح المغربي وهذا معبر عن العديد من المتقفين الموريطانيين والنخاب السياسي الموريطانيين لأن موريطانيا محتاجة المغرب فبالإضافة الورقات الضاغتة اللي ذكرت في اليوديو هات السابقة فموريطانيا فهي محتاجة أيضا لمخابرات المغرب لقوة مخابرات المغرب لأنه كيف ما ما يخفش عليكم أن المخابرات المغربية فهي رقم صعب في اللعبة السياسية على الصعيد الجهاوي وكذلك حتى على الصعيد الدولي فالمخابرات المغربية فهي تحتل على الصعيد الأفريقي والصعيد العربي الرتبة الأولى يكفي ذلك لذلك يعني القوة دياله المخابرات والحاجة الماثة للدولة ومثل الموريطانيا اللي كنتعيش في واحد الوضع هاش جدا لمثل هاد المخابرات فما تنسوش بأنها موريطانيا فهي محطة للعديد من التجادبات فلينك فيه الذكر اعتقال الرئيس السابق محمد عبد العزيز فالعديد من المختصين كي اعزوا هذا الاعتقال ليس لأمور داخلية وإنما لتجادبات خارجية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي والمغربة هو قوة كبيرة له قوة كبيرة داخل المجتمع الموريطاني وبإمكانه باش يسند موريطانيا باش تمر من مجموعة ديال الظروف وتواجه مجموعة ديال التجادبات الخارجية لذلك فمصلحة موريطانيا مع المغرب وليست مع الجزائر موسيقى 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 موسيقى